اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن قرار إقامة الدور الممتاز للموسم المقبل بانيطام الدور العام من عشرين فريقا يصبوا في مصلحة اللعب وتطويره فيما أشار إلى أن توجيه وزارة الشباب ورياضة حيال الأندية التي لا تمتلك ملاعب ليس له علاقة به ودعو عضو اتحاد الكريح كريم الأندية إلى الالتزام بالقرار وتنفيذه محذرا للفرق من الانسحاب حيث سيتم إنزال الفريق المنسحب إلى درجة أدنى مؤكدا أن لجنة المسابقات تعمل على وضع رزنام للدوري مع مراعاة العطل والمناسبات والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات الوطنية بدأت أندية الدوري العراق الممتاز تحضيراتها للموسم الكروي المقبل مبكرا حيث أشعلت مريكات الدوري من أجل ضم أبرز لاعبي الدوري بموسمه الماضي فيما كانت للمدربين حصة كبيرة من الإثارة في تعاقداتهم إذ تسعى أغلب الأندية إلى الإبقاء على مدربها بحثا عن الاستقرار الفنية ناد النفط كان الأنشط في سوق اللعبين حيث جدد لأغلب أعمدته الأساسية إضافة إلى تجديد عقد مديره الفني حسن أحمد لموسم أخر لا سيما بعد النجاح مع الفريق في بلوغ دوري النخبة الكروية وفي سوق انتقالات المدربين فقد جددت إدارة نادي القوى الجوية ثقتها بالمدرب أحمد دحام ليكون على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل بينما أقنعت إدارة الميناء مدرب الفريق السوري حسام السيد ليقود السفان للموسم الثالث على التوالي فيما جددت إدارة نادي السمو وثقتها بالمصر محمد علوش لقيادة الفريق وسمت إدارة نادي كربلاحي داريحيا مدربا لفريقها الكروية وجه وزير الشباب ورياض عبدالحسين عبطان بتأجيل افتتاح مسبح وسط الأولمبي إلى إشعار آخر مبيننا التأجيل يعود إلى الأحداث التي سبقت افتتاح المسبح من قبل متظاهرين مطالبين بالتعيين حيث قاموا بمنعه من الوصول إلى المسبح وافتتاحه ما لم يحصلوا على فرص للعمل فيه افتتاح منتخب كولومبيا بكرة القدم مشواره في بطولة كوبا أمريكا بفوزه على الولايات المتحدة صاحب الضيفة بهدفين من دون مقابل لم يستغلق المنتخب الكولومبيا الكثير حيث تمكن من هزي شباك ابن العمسام عن طريق كريستيان زاباتا في دقيقة ثامنة ليضيف خامس رودريكز الحدف الثاني من ركلة جزا في دقيقة الثانية والأربعين وكان فريق الهدفين كافيا لمنح كولومبيا تفوقا مبكرا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوستاريكا وبركوايا تأهل الصرب نوفاك ديكوفيج إلى نهاء منافسات فرد الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة لتنس بعد أن سحق النمساوي دومنيك تيم بنتجة 6-2-6-1-6-4 ليضرب موعدا في نهائي من العيار الثقيل مع البريطاني أندي موراي وباتا ديكوفيج على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه ضمن البطولات الأربع الكبرى توفي بطل الملاكمة الأمريكي الشهير محمد علي كلاي صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الرابع وسبعين عاما في إحدى مستشفيات ولاية أريزونا بحسب بيان لعائلته وأوضح البيان أن جنازة أشهر ملاكم في العالم ستنظم في مسقط رأسه لويسفيل في ولاية كنتاكي سجل علي أرقما قياسي على مدى مشواره في رياضة الملاكمة وكان له حضور مميز إضافة إلى موقفه المثير للجدل بما جعله واحدا من أشهر شخصية القرن العشرين وصل الملاكم السابق لأوجي مجده في الستينات وبخفة حركته وقبضته السريعتين استطاع أن يكون أول من يفوز ببطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل ثلاث مرات وأصبح علي أكثر من مجرد رياضي مثير للاهتمام فقد انتقد بجرأة تمييز العنصري في الستينيات وكذلك حرب فيتنام ولد في لويزفيل في كنتاكي وكان اسمه كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور وغير اسمه إلى محمد علي كلاي عام 1964 بعد اعتناقه الإسلام اشتركوا في القناة